صباح الخير أنا أكرم وتعالوا نزرع بذور ورد الساعة الرابعة أو ورد المساء أو شابوي أو لالا عباس كلها تسميات لصنف واحد أو لنوع واحد رح أزرع نوعين النوع اللي يكون سادة والنوع اللي يكون مشططة رح نختار سندانة ونتأكد أهم شي تكون مفقبة سندانة أو أصيص أو أي وعاء زراعي وتقدر تزرعها مباشرة بالأرض رح نخليها بالتربة وأي تربة موجودة عندك حي الله رح تكون مناسبة بيتموس أو تربة رملية أو تربة طينية بجميع أنواع الترب رح ينجح ومتطلباتك كلش سهلة والبذور مالتا مثل ما تلاحظون كلش مميزة بلون أسود هاي البذور أو هاي المغلفات اللي لقيتها بالمشاتل عندي أي شركة ثانية ممكن تمشي الحال أنا هاي اللي متوفرة عندنا بالمشاتل طبعا الشابوي غني عن التعريف العطر مالتا كلش فواح خصوصا وقت المساء والوردة مالتا أيضا تفتح بالمساء ولونها كلش حلو وشكل النبتة بصورة عامة كأوراق وكساق أيضا جميل ورح نزرع بذرتين بكل سندانة حتى نزيد من فرص نجاح عملية الزراعة إذا فشت عندي بذرة رح تطلع عندي البذرة الثانية ومثل ما تعودنا أول سقية لازم تكون غزيرة حتى كل التربة تشبع بالماء وتبقى محتفظة بالرطوبة لأن سرب نجاح أي بذور أنه وأنت تزرحها لازم تبقى التربة محتفظة بالرطوبة ونخليها بمكان ظلي بعد شهرين رح تشوفون حجم النبتة ما شاء الله حتى الساق متخشبة هاي الشتلة عمرها سنتين إذا حاب تزرحها بسندانة أفضل أنه أنت تزرع النبتة من البذور وما تشتري شتلة وتزرحها بالسندانة رح تكون أقوى ومتحملة للظروف ومتأقلمة هاي ببساطة عملية زراعة لالا عباس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر